اعزائي طلبة وطلبات سنوية عامة في كل مكان اهلا بكم معاكم دكتور محمود واصمان بكل التب جامعة عين شمس النهاردة في الفيديو دايش حباب ان شاء الله هنشرح اخر جزء في اليميونيتي امبلانت واللي بيتكلم عن البيو كيميكال اميونيتي امبلانت زي ما اتفقنا قبل كده في الحصة اللي فاتت ان البيو كيميكال اميونيتي امبلانت دي احد التو ويز اللي بيتباعها البلانت عشان يدفع عن نفسه اول وي كانت عندنا وشرحناه في الفيديو اللي فاتت كان اسمها الستركتور اميونيتي والنهاردة هنشرح البيو كيميكال اميونيتي عشان نكون كده ختمنا اليميونيتي امبلانت نبدأ كده باسم الله الرحمن الرحيم زي ما اتفقنا من الحصة اللي فاتت ان البيو كيميكال اميونيتي دي معناها شوية كيميكال سبستانسيز كده بتخرج من البلانت سيل علشان تدافع عن البلانت ضد الباتوجين اللي قدر يدخل جوا ده وتمنع السبريد بتاعه تمام? واتفقنا ان هما مادة من الثلاث مواد دول او من الثلاث كاتيجوريز الكوبور دول اول حاجة عندي ريسيبتورز ايه هي الريسيبتورز؟ ريسيبتورز دي عبارة عن كيميكال سبستانسيز بتفرزها الخلايا بتاعت النبات علشان انها هي وظيفة الريسيبتورز دي لما تخرج من البلانت سيل وتكون موجودة في التشو انها لو في اي باتوجين دخل كده وعدة من جمهها تعرفه وتلقطه تكتشف وجوده ونتيجة اكتشافها لو وجوده ريكوجنيشن بتاعها ليه ده انها بتعمل اكتيفيشن لبقية البلانت ديفانسز كلها بمختلف انواعها تمام؟ طيب ده اللي محتاجين نقوله عن الريسيبتورز طيب تاني حاجة الانتي ميكروبيال كيميكالز يعني المواد الكيميائية المضادة للميكروبات اللي بتقدر تقتل الميكروبات بتأثيرها ومفعولها طيب ايه هي الكيميكالز دي؟ الكيميكالز دي بتندلك تحت اتنين كاتيجوري كبار اول واحدة عندي الفينولز والجليكوسايدز الفينولز والجليكوسايدز دي بعض المواد هي ليها تأثير انتي ميكروبيال طبعا هي كيميكال سبستانسز لاني حالب نتكلم في البيو كيميكال اميونيتي وكمان برضو لانتي ميكروبيك يا الكيميكالز دي بتشمل حاجة اسمها النونبروتين امينو اسيدز يا دكتور يعني ايه مينبروتين امينو اسيدز Yani lsa مش فهمها كلمة نونبروتين ايمينو اسيدز بص انت لازم تبقى عارف حاج والله انا في امينو اسيدز بتخش جسم النبات بتقوم تمسك في بعضها وتعمل بوليمئبتايد شينز دي تمسك في بعضها وتعمل حاجة اسمها ايه؟ السمها بروتين والبروتين ده يبقى وظيفته ايه في النبات انه يساعد على الجروس بتاعته تمام يخش في مختلفة في تركيب النبات طيب ايه بقى فرقه عن النون بروتين امينو اسدز دول شوية امينو اسدز عددها صغير وبتمسك في بعضها يا دوب تلحق توصل لمرحلة البولي بيبطايد ما بتكملش لانها تبقى بروتين عددها ما بيبقاش كافي انها يكمل بروتين ونتيجة لذلك بتبقى نون بروتين ما بتكونش بروتين هي مع بعضها كده ما سكف بعضها بس اللي متكون ده دي بولي بيبطايد ما قدرش اقولها علي بروتين لان البروتين بيبقى فيه عدد معايم من الامينو اسدز بغض النظر عن ايه هو تمام طيب انهم بروتين امينو اسدز دي بيبقى لها اهمية مهمة جدا ان هي انتي مايكروبيا الكيميكالز تقدر تقتل المايكروبز تمام طيب تالت حاجة عندي او تالت كاتيجوري عندي من البيو كيميكال اميونيتي هي الانتي مايكروبيا البروتينز اهو الفرق بقى ما بين دي وما بين دي يا دكتور الفرق ما بين الانتي مايكروبيا البروتينز والانتي مايكروبيا البروتينز والترك هنا دول عدد صغير ومسكين فبعد عاملين بولي بيبطايد شين تقدر تقتل المايكروب انما هنا بقى ايه كزا بولي بيبطايد شين نسكت في بعضها والعدد بتاعهم بقى يليق ان انا اقول عليه بروتين تمام بغض النظر يعني عن قصص تصنيف البروتين عن النوم بروتين ملاقش دعوه بيها تمام بس ده بيبقى اكبر شوية في الحجم البروتين بيبقى اكبر تمام وماسك ايه كزا ببطاية يتشم في بعض دول برضه بيقدروا يقتلوا البروتينز ودول لازم تبقى عارف ان دول بروتينز مختلفة عن البروتينز اللي بتبقى مسؤولة عن الجروس بتبقى مختلف عن البروتينز اللي بتدخل في تركيب النبات وبتدعموا وبتخليه يكبر لأ دا دي بتبقى بروتينز تانية ربنا سبحانه وتعالى نخلي النبات يفرزها مخصوص او يصنعها مخصوص علشان تعمل مهمة واحدة بس وهي انها تقتل المايكروبز ومن امثلتها حاجة اسمها detoxifying enzymes على فكرة لازم تعرف ان اي انزيم هو في اساسه بروتين اغلب الانزيم اللي موجودة في اي جسم كائن حي اغلبها اصلا بروتين مجموعة امينو اسد ماسكا في بعضها عاملة polypeptide chains وماسكا في بعضها عاملة بروتين اي انزيم غالبا هيكون بروتين فالdetoxifying enzymes طب يعني ايه detoxifying detoxifying يعني دي يعني بيتشيل كلمة دي يعني بنزيل حاجة او بنشيل حاجة طيب toxi اللي هو ايه toxin toxin ده اللي هو السم انت الباثوجين داخلي يقزيك فبيفرز السم عشان يقزي التشوس بتاعتك فانا وظفتي ان انا اقتل المايكروب ده antimicrobial وكمان اتخلص من السم طب انا يا فرحتي ان انا لما اقتل الباثوجين والسم بتاعه لسه في التشو هيضرني لازم اعمل له حاجة اسمها detoxification عشان قبتل مفعوله تمام ابطال مفعول السموم او نزع السمية تمام طيب ده باختصار التلاتة categories اللي في البيوكيميكا الاميونيتي تعالى نتكلم كده عن كل واحدة بالتفصيل اول حاجة قلتلك قبل كده البيوكيميكا الاميونيتي او البيوكيميكا الديفنسز هي عبارة عن تقدر تقتل الباثوجين بعد ما يدخل البادي افتر انترينج ذا بادي تمام انما زي ما اتفقنا في بعض الحاجات منها بتمنع انه يدخل تمام زي مثلا زي كده تمام وفي بعض الحاجات بعد ما يدخل بتمنع زي وزي بقية الحاجات التانية تمام طيب لو تفتكر انها كان بيمنع يدخل انما البيوكيميكا الاميونيتي المميز فيها عن كل الوسائل اللي هتكلم عنها دلوقتي دي خلاص ده دخل وانا بس يدوب بمنع انه ينتشر في النبات انما الستروكتر كان فيها بعض الحاجات بتعمل كده و بعض الحاجات بتمنعه اصلا ان يخش النبات تمام طب حلو اوي اول حاجة عندي الريسيبتورس قلتلك من مكونات البيوكيميكا الاميونيتي الريسيبتورس اللي بتستقبل الباثوجين او بتركوغنيز وجود الباثوجين بتتعرف على وجود الباثوجين تمام هي بتبقى موجودة في التشو بهذا الشكل لو انا عندي هنا مثلا ايه اه خلايا مع أي مهيت 까شوه تمام؟ يتيشوه مع بعضها كده بتفرز هزيد الخلايا ايه؟ مستقبلات اللي هيا باللون الاسود دي النجمة دي او اي حاجة يعني طيب دي المستقبلات والله ييجي الباسوجين عملهه لك باللون تاني الباسوجين ييجي يعدي فهي ايه؟ تكتشفه تعمله ريكوكنيشن لو ده الباسوجين اللي اخnellه ده هي المستقبلات السوداء دي بتكتشفه بتعمله ريكوكنيشن وتاني حاجة انها بتعمل اكتيفيشن لبقية البلانت ديفانسز عشان تقدر تموته يعني هي ما بتعملش حاجة بنفس اغر انها بس بتتعرف عليه وتروح تبلغ عنه ايه الميكانيزمس بتاعت المناعة الاخر طيب لازم نعرف ان هذه الكمباونز اصلا موجودة بصورة طبيعية جدا في الهالسي و الانفكتب بلانت يعني سواء البلانت ده ما جالوش باسوجين قبل كده في حياته هتلاقي عنده هذه الريسابتورز ولو هو جالو انفكشن قبل كده وخف منها او حتى ما خفش منها بتكون عنده الريسابتورز دي لازم تبقى عارف الفرق ما بين كل نوع من انواع البيوكيميكال ايميونيتي مين فيهم بيبقى موجود اصلا في النبات وحتى برضو لو حصلوا انفكشن بيفضل موجود ومين اللي ما بيبقاش موجود لو النبات ما تصبش ولازم النبات يحصلوا انفكشن عشان المواد دي تتكون فلازم تبقى عارف اول حاجة من الريسابتورز من النوع اللي بيبقى موجود اصلا في الهيلسي بلانتز ولو هو في الانفكشن بيفضل موجود وبيزيد كمان تمام طيب بتاعها هزا اما بقولك بيزيد في البلانت افتر انفكشن يعني انا لو عندي بلانت اي وبلانت بي بلانت اي ده هيلثي تمام وبلانت بي ده انفكشن لو التركيز هنا عشرة هنا مثلا التركيز هتلاقي اربعين تمام تركيز هزيه الريسابتورز هتلاقي اربعين بس هنا ما ينفعش اقول التركيز سير زيرو اسف ما ينفعش اقول زيرو لان طبعا الريسابتورز لازم تكون موجودة في الاتنين في الهيلثي والانفكشن بلانتز تمام طيب وهزيه الكمباوندز لما بتعمل ريكوغنيشن للباثوجين ما ايه بتعمل ايه بتنشط حاجة اسمها الانيت اميونيتي اللي هي المناعة الفطرية بتاعت البلانت يعني بت ايه بتنشط الحاجات اللي هي كتت موجودة اساسا في النبات تمام ارجع رجع لها كده تمام في حاجات كنا بنقول ايه هي بت ايه بتعمل الانيت اميونيتي دي تمام سواء او سواء كمان هي بتنشط بقية ايه الوسائل الدفاعية بتاعت الايه المناعة لما الريسابتورز دي تتعرف على بتنشط بقية الوسائل تمام هو محدد لكش ايه بالزبط يعني عشان مش هيسألك يقول لك مسلا الريسابتورز بتنشط انهي واحدة من دول ويجيب لك مسلا اختيارات لا هو مش هيخيارك انت لازم تعرف بس انها ايه بتعمل ايه المناعة الفطرية تمام اللي موجودة تمام طب حلو قوي كده احنا خلصنا الريسابتورز فضل لنا حكتين الانتي ميكروبيا الكيميكالز والانتي ميكروبيا البروتينز تعالوا نشوف حكاية الانتي ميكروبيا الكيميكالز دي قلتلك دي بعض البلانتز بتسكريت كيميكال كومباونز عشان تريزيست الباثوجين تمام طيب ماذا طبيعي عارفين ان البلانتز بتعمل كده طيب هذه الكمباونز ممكن ممكن والله مي بي بقى ايه بقى دي فرقها بقى عن ايه عن الريسابتورز دي ممكن تكون احيانا موجودة اصلا في النبات قبل الانفكشن وبعضها ممكن يبقى فورمد افتر انفكشن يعني مش كلها يعني مثلا ولا افترض معايا ان الانتي ميكروبيا الكيميكالز دول تلات انمع ايه وبي وسي ايه مش زي بي مش زي سي يعني ايه مثلا ممكن يكون من نوع الانتي ميكروبيا الكيميكالز اللي ممكن تكون موجودة عادي حتى قبل ما يحصل له انفكشن يعني النبات من يوم ما ربنا خلقه هو ايه ده موجود جواه انما بي ممكن يكون على العكس ممكن ما يكون اصلا لو البلانت ده مش انفكتد هو مش موجود لازم البلانت يحصل له انفكشن عشان بيتكون تمام يبقى الانتي ميكروبيا الكيميكالز دي بعضها كده وبعضها كده ما اقدرش اقول انه كلهم بيكونوا موجودية حتى من قبل الانفكشن ولا اقدر انه اقول انه كلهم بيكونوا بينتجوا ااسف بينتجوا نتيجة ايه دخول الباثوجين لأ بعضهم كده وبعضهم كده انما اللي اقدر اجزم واقول ان هما بيبقوا موجودين اصلا من قبل حتى ما يحصل انفكشن للبلانت في اي مرة في حياته من قبل ما اول مرة حتى يحصل له انفكشن دول هما الريسبتورز هما بس اللي ممكن لازم يكونوا موجودين تمام انما الانتي ميكروبيا البعضها لأ وبعضها او تمام طيب الانتي ميكروبيا الكيميكالز دي ناخد قلتلك عليها مثال اسمه ايه الفينولز and glycosides الفينولز والglycosides دي لازم تبقى عارف انها toxic chemical compounds طب toxic يعني سمه هل هي سمه للبلانت لا هي سمه للباثوجين او للباثوجينيك ارجانيزم هي toxic for the pathogen but not toxic for the plant خلي بالك كويس ما هو البلانت مش هيعمل حاجة تضره تمام طيب يقتلوا البكتيريا ومش بس كده ممكن يا يقتلوها يا لو هي بتنموا بسرعة يعملوا inhibition للجروف بتاعها تمام inhibit their growth تمام kill the bacteria and inhibit its growth لان في بعض الحاجات بتقتل بس وفي بعض الحاجات بتنهبت الجروف بس فانا كده بيبقى عندي مشكلة ان ما قدرتش اقتل البكتيريا ده نايا دوب خلتها ما تتكثرش تمام انما الفينولز والجليكوزايدز ميزتها انها بتقدر تعمل الاثنين تقلل الجروف بتاعت البكتيريا وباكات امقتلها تمام خلي بالك من وظيفة كل مادة لان كل مادة بتختلف عن التانية خلي بالك مين اللي بيبقى موجود ومين اللي ممكن يكون طبعا هو هنا الفينولز والجليكوزايدز ما قالكش هل هي بتبقى من النوع الاردي فاوند ولا من النوع اللي لازم يحصل عشان تبقى تمام هو ما قالكش هو قالك الانتي بشكل عام في منها كده ومنها كده بس هو ما قالكش في دول بس لازم تبقى عارف انها بتعمل عمليتين يتعمل انهيبشن للجروف اوف بكتيريا يتعمل ايه كيلنج ليها طيب حلوة قوي بعد كده قلنا تاني نوع من انواع الانتي ميكروبيا الكيميكوز دي اللي هي الامينو اسيتز اللي عددها لا يوليك ان نقول عليه بروتين وما لهاش وظيفة غير انها تقتل هذه ايه اه الباثوجينز قلتلك الاسيتز دي ما بتدخلش structure of protein يعني مثلا انا لو عندي البلانت بيعتمد على بروتين اي وبيعتمد على بروتين اكس وبيعتمد على بروتين واي في انه هو يبني جسمه الامينو اسيتز دي عمرها ما تخش في ال structure بتاع هذه ايه البروتينز تمام they do not enter the structure of proteins in plant تمام لكن هما بيعت as a protective substance for the plant هما بس موجودين في البلانت كده حتى هما مش عاملين بروتين ما بيعملوش اي بروتين من البروتينات الاساسية بتاعة البلانت هما وظيفتهم بس انه هما يعملوا نام بروتين امينو اسيتز تقدر تحمي البلانت اي باثوجين هما toxic chemicals للباثوجين تمام سمين يعني بيقتلوه تمام هنا مفيش انهيباشن بقى toxic يعني بتقتل لما قولك toxic chemical خلاص اعرف انها بتقتل ما بتعملش انهيباشن او ممكن تكون بتقتل ممكن بتعمل ايه انهيباشن بس كلمة toxic في الاساس مع انها بتعمل ايه killing يعني دول killing بس ما قدرش اقول عليهم بيعملوا انهيباشن طب امثلة ال non protein amino acid دول اتنين امينو اسيتز اسموهم canavenين وسيفالوسبورين تمام canavenين وسيفالوسبورين تمام مركز canavenين وسيفالوسبورين دول non protein amino acids amino acids ما بتدخلش البروتين بتاع البلانت وبتكون toxic للباثوجين وطبعا هي من ايه ال antimicrobial substance اخر حاجة عندي ال antimicrobial proteins البروتينات بقى اللي هي اسمها بروتين مكونة من عدد كافي من الامينو اسيتز انهيباشن انا اقول عليه بروتين طيب دول ايه بقى ال plant بيبروديوس البروتينز دول but they are not presenting the plant تمام يعني ايه بص هم مش موجودين دول من النوع اللي ما بيبقاش موجود دول من النوع اللي نتيجة الانفكشن تمام يبقى راجع معايا كده اول حاجة الرسيبتور لا بتبقى موجودة من قبل الانفكشن طيب ال antimicrobial chemicals may be تكون اصلا موجودة pre-existing و may be تكون induced تمام انما ال antimicrobial proteins لا دول اصلا not present دول وجودهم مرتبط بوجود الانفكشن induced to be produced after infection بينتجوا بعد ايه العدوى تمام طيب not present في الوقت الطبيعي في البروتينز ما بيبقاش موجودين في النبات تمام they are produced as a result of infection تمام دول بيعملوا ايه بقى دول وظيفتهم دول مش toxic لحاجة لا دول مثلا ما يقتلوش الباثوجين اه كده لا دول مثلا الباثوجين اهو بينتج بعض السموم اللي هي دي تمام اي حاجة اي شكل تمام طب انا عايز بقى اقوم ايه مكسر الايه التوكسنز دي اقوم مخرج عليها ال antimicrobial proteins تقوم ايه تتفاعل معها وتبطل من سميتها تعمل لها detoxification تمام they change into non-toxic compound تمام ايه بيعملوا ايه بيراكتوا بيتفعلوا مع التوكسن اللي الباثوجين انتجوا ويخلوها non-toxic compound مواد عادية جدة ما تقدرش ايه تعمل toxicity للبلانت ما تقدرش تقتله طيب بعض هذه البلانتز او بعض هذه البروتينز بتكون انزايمز زي حاجة اسمها ايه detoxifying enzymes واتفقنا ان كلمة انزايم بتبقى غالبا بروتين ولذلك قلتلك ان من الانتي مايكروبيال بروتينز دي ايه detoxifying enzymes واسي الانزايمز بتتفاعل مع التوكسنز بتاعة الباثوجين we invalidate او بتبتل السمية بتاعتها بتعمل لها detoxification يعني خلاصة الموضوع هنا الانتي ميكروبيال بروتينز ايه عبارة عن بروتينز من امثلتها ايه detoxifying enzymes طيب البروتينز دي هل بتبقى موجودة في النبات طبيعي لا دول induced to be produced as a result of infection يعني بتنتج نتيجة حدوث العدوى بتعمل ايه بترياكت مع التوكسنز produced by the pathogen وبتبتل مفعول السم بتاعها بتعمل لها detoxification كده احنا خلصناهم فاضل عندك اخر جملة في درس immunity implant حاجة اسمها inducible post infection معناها ان النبات لما يتعرض لpathogen اول مرة في حياته مثلا اتعرض لبكتيريا ايه هذه البكتيريا دخلت ونجح النبات الحمد لله انه يموتها بوسائل المناعة المختلفة سواء كانت structural او biochemical بيعمل ايه بقى بي promote and strength its defense بعد كده بقى بيتعلم من اخطاقه ما هو اكيد خسر بعض التشو في معاركته مع ايه بس هو قدر ينجو بايه بباقيته وقدر ايه يحافظ على بقية جسمه تمام فبيعمل ايه بقى بيتعلم من اخطاقه بيعزز دفاعاته وبيقوي دفاعاته ضد الانفكشن دي علشان لو قدرت تيجي تاني لو حصل new infection هو يقدر يتصدلها بشكل اقوى واسرع ويقدر يموتها بشكل اسرع وكمان ممكن بساعات بتوصل لان النبات مثلا كان البكتيريا ايه دي تقدر تخش جسمه لما بيقوي تاني ما تقدرش تخش جسمه اصلا وبكده نكون خلصنا النهاردة immunity implant اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان تدعمونا وتوصلوا الفيديو الاكبر عدد من الطلبة والكل يستفيد ولو انت جديد ما تنساش تعمل subscribe وتفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجديدة اول باول ولو عندك اي سؤال اسألهوني في وان شاء الله هرد عليك وانتظر ان شاء الله immunity in human عايزكم تتكزه في دي كويس جدا قبل ما ندخل على immunity in human وكان معكم دكتور محمود عصمان بكلية طب جامعة عين شمس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة